اشتركوا في القناة والطيور البرية المغردة وفي هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على طريقة جديدة تحتوي على خطوات سهلة تجعل كل من يحلم في انتاج فراخ هجين الحسون ان ينجح في انتاجه بكل سهولة وهذه الطريقة لا يعرف الكثير عنها من المربيين الا القليل منهم والذين يمتلكون الخبرة الكافية في تربية الطيور وكلنا يعرف ان تهجين طائر الحسون مع الكنار وذلك لكون هذين النوعين في المرتبة الاولى عالميا من حيث الصوت والجمال وهجينهم الذي ينتج من كلا هذين الزوجين هو من ايود انواع الطيور المغردة والجميلة التي تجمع افضل الصفات بين جميع انواع الطيور المغردة اولا وقبل كل شيء يجب توفير المكان والاجواء المناسبة وهذا اول ما يجب ان تفكر به قبل البدء في التهجين لذلك انصحك اخي الكريم بان تقوم باقتناء الاقفاص الخاصة للانتاج وتخصيص مكان بعيد عن الازعاج للطيور ومن الافضل ان يكون بالاضاءة طبيعية وذات حرارة معتدلة ولكن يمكنك استخدام المكيف والاضاءة الصناعية اذا كان اذا ما ذكرته لك غير متاح بالنسبة لك وبالنسبة للطيور يجب اختيار الطيور السليمة يجب اختيار الطائرة السليم منها وهذه نقطة مهمة جدا جدا ليمر التهجين بسلالة قوية وبصحة جيدة تماما لذلك اذا كنت مبتدئا انصحك بان تقوم باقتناء انثى كناري رمادية اللون او حبشية في عمر لا يتجاوز السنتين كي يكون معدل الخصوبة مرتفع عند الانثى لكن لا تهتم اذا كانت الانثى قد تزاوجت من قبل مع ذكر كناري او لا علما انني من المربيين الذين يفضلون الانثى البكرية عن الانثى الكناري المتزاوجة من قبل مع كناري ولكن في هذه الحالة يجب ان يكون ذكر الحسون او من الافضل ان يكون الحسون الذكر مر عليه وقت طويل في القفص لا تقل هذه الفترة عن سنة ونصف ويكون قد اصبح جاهزا من غيار الريش مئة بالمئة ويبقى الحسون المنتج في القفص هو الافضل اذا كان عندك ذكر متوفر من منتج القفص ويجب ان يكون لديك ذكر كناري منتج وبصحة جيدة الان الخطوة الاولى وهي مزاوجة زوج الكناري الذي قمت باختياره وبعد وضع الانثى الاربع بيضات في العش يجب عزل الذكر عنها وتدخل ذكر طائر الحسون الغير جاهز الى القفص بعد يومين من العزل اكيد سوف يخاف ذكر الحسون من انثى الكناري في البداية بحكم كونها موجودة في العش وتحضن البيض وهو يقف في ارضية القفص خائف من الانثى وبعد اسبوع من ادخال الذكر على الانثى قم بازال جميع المجثمات من القفص لجعل العش الذي تحضن الانثى فيها البيض هو الوحيد في القفص وهو الذي سيجعل الحسون يقف عليه لان من طبيعة الحسون عدم حبه للوقوف في الاماكن المنخفضة فدائما ما نجده يقف في الاماكن المرتفعة وخاصة قبل غروب الشمس وسيقوم الذكر بمحاولة الصعود على المجثم الخاص بالعش او الباب الخاص بالعش الذي تحضن فيها الانثى البيض وبعد عدة محاولات لمدة لا تزيد عن اليومين تقريبا سيقف بالقرب من الانثى وهنا تبدأ الخدعة وجميعنا يعرف ان انثى الكناري من غريزتها طلب الطعام من الذكر الذي بقربها مهما كان نوع هذا الذكر اذا كان ذكر حسون اذا كان خضري اذا كان نينو اذا كان سمار ريس يعني على حسب ما تريد اذا كنت تريد تهجين هذه الانواع ايضا مع الكناري يمكنك فعل ذلك ولا تقلق الانثى سوف تشعر الذكر وتحثه على اطعامها ومع الوقت الحسون سوف يبدأ بزج الانثى او بالمعنى الصحيح هو اطعام الانثى وبهذه الخطوات التي تم ذكرها سينعدم خوف الحسون من انثى الكناري وان شاء الله في الفيديوهات القادمة سوف اكمل لكم كيف يتم التهجين المباشر والتزاوج بتفاصيل اكثر دقة بين الكناري والحسون علما ان هذه قناتنا الثانية ورابط قناتنا الاولى قناة الهاوي سوف تجدونه ان شاء الله في الوصف اسفل الفيديو وفيها الكثير من الفيديوهات المهمة عن الحسون وعن الكناري يمكنكم الاستفادة منها وفي النهاية اتمنى من الله بان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو واتمنى ان يكون هذا الفيديو قد اعجبكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تأكيدا لدعاكم لنا لرفع المزيد ولا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل اليكم جديدنا في كل ما يخص تربية وتزاوج الحسون ولا تنسوا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف اسفل الفيديو ولمن لديه اي سؤال او استفسار يمكنه وضعه في التعليقات اسفل الفيديو وسوف يتم الرد عليكم سريعا ان شاء الله ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم المفيدة والله الموفق للجميع وشكرا لكم لحسن متابعتكم وجزاكم الله عني خير الجزاء وغفر الله لي ولكم ودمتم في امان الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته